اشتركوا في القناة قناة الاهلي بتعيش افضل السنين على مدار السنين اللي فاتت قناة الاهلي بتتميز بكل شيء جديد يمكن شفناها على مدار الاربع خمس شهور اللي فاتوا قناة الاهلي غير وقناة الاهلي دائما وابدا هي صاحبة التمييز ولذلك معنا اليوم جائزة افضل قناة رياضية في استفتاء نجم العرب والمسؤولين وكل الزملاء وكل العاملين في قناة الاهلي هم اصحاب هذه الجائزة يا رب دائما وابدا قناة الاهلي في تقدم وازدهار النهاردة بيبدأ النادي الاهلي رحلة الحفاظ على اللقب لقب البطولة رقم 43 بمشيئة الله لدرع الدوري العام للنادي الاهلي البطولة المفضلة والبطولة المحببة لكل جمهور النادي الاهلي البطولة دي بقى بطولة الدوري العام حباك يعني بطولة الدوري دي من ساعة ما تعاملت سن 48 حب النادي الاهلي مش قادرة تبعد عنك ابدا حتى لو انت بتبعد بتحس كده انها مش قادرة تبعد عن دولاب بطولات النادي الاهلي في الجزيرة شفنا اكتر من مرة يمكن كان اخرهم المسم قبل اللي فات لما كان الفرق وصل بيننا وبين المنافس ل11 نقطة والنادي الاهلي كان متأخر ب11 نقطة ولكن بروح الفنينلة الحمرة واسرار اللاعبين على احراز اللقب والتوفيق وحب الدرع للاهلي والعلاقة الوطيدة بين الاهلي والدرع رفضت وقبت ان تكون لغير النادي الاهلي ولهذا هي بطولتك المفضلة يا اهلي نتمنى دايما ان التوفيق يحالف النادي الاهلي من بداية المشوار في رحلة الحفاظ على اللقب ان شاء الله فبطولة الدوري هي العلامة المسجلة للمارد الاحمر الاهلي دايما في المقدمة وفي الصدارة وما يقبلش بمركز غير المتصدر ابدا الاهلي دايما فريق بيضعوا للفخ تاريخ عظيم كله تحديات وبطولات تتكلم فيه كل بطولة عن نفسها فعلى بركة الله تبدأ ضربة البداية للدوري العام المصري النسخة رقم 62 للنادي الاهلي والبطولة رقم 43 بمشيئة الله اللي حيفوز بيها النادي الاهلي ان شاء الله الدرع الغالي الملقب بدرع النادي الاهلي وزي ما تعودنا دايما البداية القوية بتمكننا دايما وبتقربنا من النهايات السعيدة واليبقى اللقب دائما في الجزيرة ان شاء الله الاهلي ما بيلحقش يضوبك منتهي من بطولة وبعدين نخش ما فيش اسبوع او قلي من اسبوع بيبدأ الاستعداد للبطولة الجديدة وخلي بالكم استعداد للبطولة الجديدة بالرغم من هو كان دايق جدا وقصير جدا انما النادي الاهلي ان ما بيخش للبطولة مش مجرد مشاركة شرفية لا النادي الاهلي بيبقى قدامه هدف واحد بس اللي هو التتويج باللقب والاحتفال على منصة التتويج والحمد لله شفنا السنة اللي فاتت سلاسية او الموسم اللي فات انما السلاسية كانت الدوري قبل نهايته الفوز بيه بسبع اسابيع وكمان دخل علينا بطولة افريقيا وحققنا اللقب الغيب عننا من سبع سنين اللقب الاغلى وكمان جي على حساب مين منافس قوي هو نادي الزمالك وكانت مباراة تليق بمكانة مصر والقبين الكبيرين في افريقيا والوطن العربي وبعد التتويج بالاميرة السمراء اللي عادت لبلاب النادي الاهلي عاد المارض الاحمر لهويته في استياض الالقاب على المستوى المحلي وحقق كاس مصر على حساب طلاع الجيش بعد مارتون كبير وجاء بعد مباراة قوية من الفرقتين ولكن في النهاية سعد الاهلي لمنصة التتويج ليكون موسم ولا اروع للنادي الاهلي وده مش جديد لان النادي الاهلي حقق السلاسيات من قبل اكتر من مرة فهو صاحب الارقام القياسية في كل البطولات اللي شارك فيها بعض بيقول ان النادي الاهلي خلاص حقق السلاسية عايز اكتر من كده بقى دي سلاسية تاريخية مش مهم بقى الموسم اللي جاي يقول لي احسن لا مش ده النادي الاهلي اللي عارفين النادي الاهلي عارفين ان الكلام ده مش في الاهلي اللي بمجرد انتهاء لقاء كاس مصر اللي فات مع طلاع الجيش والفوز به بدأ النادي الاهلي لاستعداد لبطولتنا المفضلة والمحببة بطولة الدوري الممتاز اللي دايما ما يبحث عنها وتبحث عنه كلاهما لا يفارق الاخر تعالوا نشوف تقرير عن ضربة البداية للاهلي في النسخة الاثنين وستين بحثا عن اللقب الثلاثة واربعين في بطولاته المفضلة